بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة معاكم دكتور محمود حسين فيكمل القرس بتاع Soil Supplization وإحنا لسه في شابتر 4 اللي هو والنهاردة هناخد الجزء السادس أو Part 6 اللي هو Shear Box Test إحنا خدنا فيه الجزء الماضي إيه هو Shear Strength بتاع الصويل وإزاي بيجي؟ وعرفنا إن الشير سترينس بتاع الصويل هي مقاومة الطربة في الآخر للإيه؟ للإنزلاق وقلنا إن فيه عندنا Shear Parameters بتوع الصويل عبارة عن السي والفاي السي اللي هي الكوهيجن أو التماسك والفاي اللي هي زاوية الاحتكاك الداخلي بتاع الصويل وإحنا النهاردة في الجزء ده هنعرف إزاي نجيب الشير سترينس برامتر دولت عن طريق تجربة الشير بوكس أو الدايريكت شير عشان نتكلم على الشير بوكس بتيس طبعا عارف إن انت خدت التجربة ديت في الصويل ميكانيكس هنراجحها بسرعة هي عبارة عن الصويل بتاعتي بتبقى موجودة على شكل كيوبايد أو على شكل استوانة كويس وهي محطوطة ما بين فكين الفك اللي تحت ده بيسموه موتور درايف يعني فك متحرك والفك اللي فوق ده فك ثابت وابتدي بنعمل ايه في الصويل بتاعتي بأثر عليها بالنورمال لود هنا هوت وطبعا لازم أبقى أحطت بورس فوق وبورس تحت زي ما تعلمنا وأبقى أحطت بليت هنا عشان نعرف ايه هبتدي أدي فورس لمين لي الصويل خلي بالك انت لما هتدي النورمال لود ده وتقدر تجيب منه السيجمة السيجمة بتساوي النورمال لود على مين على الاريا الاريا بتاعتك اللي هي ممكن تكون مربعة أو ممكن تكون مين دايرة كويس بس النورمال ده مش هيعمل انهيار لمين لي الصويل اما ليه اللي هيعمل لها الانهيار لما يتحرك الايه الجزء اللي هو الموتور درايف دوت يتحرك بالشكل دوت وده ثابت فيبتدي يحصل يلي الصويل هنا يحصل لها شير طبعا بيبقى في عندي هنا لود سيل عشان يقس لي مين الشير فورس اللي هي التي طالما جبت التي يبقى ممكن اجيب التاو نفس الكلام هتبقى تي على مين على الاريا يبقى انا وفي نفس الوقت بحسب الايه الريلاتف هوريزونتا الديس بليسمينت الديلتا ايكس والفيرتكال ديس بليسمينت دلتا واي اللي شغالة مع السويل لكن اللي يهمني دلوقتي التفاصيل ما يهمنيش بتاعة التجربة يهمني ان انا ببقى عندي السيجما والتاو للعينة الاولانية فممكن ابتدي اعمل انا ايه جدول وكل شوية اغير السيجما ديت النورمل فبالتالي السيجما تتغير وعلى اساسها لما اجي اعمل احرك الموتور درايف دوت فيحصل شير هنا فالتاو هتتغير ايه معايا فبقى عندي علاقة ما بين السيجما ومين والتاو نبتدي نقدر ايه نرسمها ان كانت بالالتمت او بالبيك بالشكل دوت والله لو العلاقة طلعت بالشكل دوت يبقى لو است الزاوية ديت هي دي الزاوية فاي وفي الحالة دي السي بكام بصفر لكن هنا دي لها سي قيمتها معروفة وهنا الزاوية بتاعتي مين فاي فبعض الحالات ممكن الاقي النقط بتاعتي جاتلي بالشكل ده اقول له اه في الحالة ديت دي سي لكن الفاي بتاعتي بكام بصفر ليه؟ عشان احنا عرفنا ان العلاقة بتاع التاو بتساوي ها سي زايد مين سيجما تام فاي لو كانت تربة تربة نعمة تربة نعمة يعني الفاي بكام? بصفر فممكن التاو هتساوي مين سي لو التربة مالها خشنة يبقى التاو بتساوي مين? سيجما تام فاي وفي الحالة دي السي بصفر اما لو كان التربة بيسموها ايه? السي في صويل يعني التربة ليها سي فاي يبقى التاو بتاعتك بتساوي ايه? اه سي زايد سيجما تام فاي يعني من التجربة دي اقدر اطلع السي اللي هو الكوهيجن بتاع السيizations of internal friction بتعمين الصويل. بس طبعا التجربة ديت رغم ان هي رخيصة وسريعة وسهلة لكن لها عيوب واهم عب فيها او اهم عبين فيها ان انت عندك الصويل هنا هو كويس انت بتجبر الصويل بتاعتك ان هي تنهار على المستوى ده. مين قالك ان المستوى ده هو ده الشير اللي عايزة تنهار على التربة. ممكن التربة نفسها تنهار على المستوى ده. يبقى انت بتجبرها على مستوى قد لا يكون هو الاضعف اللي عايزة تنهار عليه مين? التربة. فده كلام مش مزبوط النتائجة تطلع مش مزبوطة. الحاجة التانية ان التجربة لا تمثل الواقع بتاع الارض. الارض بتاعنا العينة بتاعتنا بدي بقى ناخدينها من هنا. كويس. بيبقى جايلها من كل حتة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. وتبتدي لما تيجي تحط انت بقى المبنى بتاعك تبتدي تنهار التربة. هل الكلام ده بيحصل في التجربة بتاعتنا? لا. يبقى لا تمثل الواقع. عشان كده هنبتدي ناخد التجربة التانية اللي هي التراي اكسيال تيست في البارت الجاي ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.